نأخذ سؤالا آخر ما المقصود من زهير ما المقصود بتضحى في قوله تعالى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى تضحى أي تتعرض لحر الشمس الأصل فيه أن وقت الضحى فشمس الضحى حر شمس الضحى هو يأخذ منه فعل تضحى فإن كنت لا تتعرض لحر شمس الضحى فمن باب أولى لن تؤذيك الشمس من بعد وهنا لطيفة إن سمحتم وتسعى لها الوقت لا عندنا وقت إذن يعني أنا أذكر أن ابن كثير في تفسيره ذكرها لعل غيره ذكرها لم أطلع في هذه الآية الكريمة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى كان المتوقع في غير القرآن الكريم أن يكون هناك اقتران بين الجوع والضمى الجوع والعطش وبين العري والضحى لكن الذي حصل هو قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى بين الجوع والعري بين الجوع والعري ثم قال وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى قال هذه المقابلة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لأن الجوع ذل الباطن نعم والعري ذل الظاهر وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى مقابلة بين حر الباطن من العطش وحر الظاهر من حر الشمس سبحان الله والله تعالى عقيد عقيد جدا إذن بما أن